السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كده ربنا يستر بندعيله منتخب الجزائر يلعب على المكسب أكيد منتخب الجزائر هيلعب على المكسب إن شاء الله حتى لو ما وفقش في المكسب التعادل يصعده ويبقى خلصنا من المرحلة الرخمة دي بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله يبقى تونس دعواتنا لها الجزائر وصقين إنهم ما هيكسبوا لو ما فيش توفيق وفي تعادل يبقى صعدوا كده كده طبعا المغرب ومصر هياخدوا المباراة دي الأخيرة دي مباراة استعداد وتجهيز لكاس العرب لأن كاس العرب خلاص فاضل عليه أيام تقريبا أسبوعين فده يبقى تجهيز لكاس العرب لأن كاس العرب على فكرة يا جماعة دلوقتي في ظل الكورونا والاحتراف ويوم الفيذا صعب إن تعمل معسكرات يبقى أحسن معسكر للمنتخبات تعد أسابيع بتلعب مباريات بطولة قوية بتعرف واقف فين في مستواك الفني فكاس العرب جاية في وقت روعة تجهيز المنتخبات للمباراة الفيصالية في شهر ثلاثة يعني بعد ثلاث شهور وكمان تجهيز المنتخبات لكاس أفريقيا بعد أيام من بطولة كاس العرب وكمان بطولة ندية ندية أحسن اختبار للعب الكرة هو البطولة والندية ولما بتلعب ضد فريق فيه منافسة فيه ضغط نفسي فكاس العرب جاي في وقت رائع للمنتخبات زي الجزائر وتونس ومصر والمغرب وكل المنتخبات ادخل دلوقتي قول رأيك في المباريات تتمنى ايه تتوقع ايه النتائج قول توقعك للنتائج وان شاء الله خير تونس في الموتش مع زنبيا اتمنى اتمنى تونس تلعب في وسط الملعب وسط ملعب مهاجم يعني العب وسط ملعب مهاجم يا سلام لما تحط وهبي الخزري في نص الملعب تالت في نص الملعب بس هو اللي بيكمل مع سلاس الهجوم تونس عندها عدد قليل في الهجوم تحس الموتش اللي فات كان الجزير الوحده السلتي هنا الوحده وهب الخزري هنا الوحده وهب الخزري شوية كان كشريدة بيكمل معاه لكن العدد في المهاجمين مش كويس عشان كده ما قدرتش تسجل لكن لو خليت السلتي مثلا رجعته في وسط الملعب ولعبت مكانه لاعب مهاجم وهو لاعب في وسط الملعب بقى عندك سلتي والتالت مهاجمين يعني عندك عدد في الهجوم اتمنى دي كانت واضحة جدا في مباريات منزل الكبير منزل الكبير مع توليس ما بيلعبش للأسف بسلاسي في وسط الملعب واحد بيكمل العيدوني وبين سليمان وساسي التلاتة شبه بعض التلاتة وقفين في وسط الملعب ما عندهمش التكملة بالرمضان لما نزل حسناه في كرة جري وشقي فيها كده طب ليه ما بيلعبش من الأول ده العيب كويس بيكمل الجزائر الجزائر زي ما قلنا انا شهدت مباراة الجزائر مع بركينة فسو مرتين مرتين لانه كنت بحلل ازاي الجزائر يكسب بركينة فسو وانت مغمّت كده في المطشين اول احساس خدته من المباراة بركينة فسو على الارض فسوا برجينة فسو على الارض فسو على الآخر وحشين جدا على الارض بيحترمهم فريق قوي فريق تعادل مع منتخب الجزائر فريق قوي بس على الارض تلعب على الارض الهدف جاء على الارض بليل بصاها على الارض سليماني استلمها بصاها على الارض سجل سوفيان بعدها ما فيش دقايق سليماني جات لوحدة على الارض برضو رح مرقص ليرة المدافع بدل ما المدافع يقف عشان سليماني لو رقصε يروح على الجول سليماني يعني وقف الكرة بس كده المدافع جري جري برة وبقى سليماني انفراض بالمر tightly ضيحها كرة تانية في الشوت التاني تلعبت على رجل على رجل راب محرز المدافع دخل عمل ضربة جزائق كانت واضحة للدنيا كلها إلا الحكم الوحيد اللي ما شفهاش يبقى تلعب في الرجل على الأرض هيبقى حفلة زي ما متعودين الجزائر يعمل حفلة على جبوتي والجبوتي كمان والنيجر والنيجر واخدهم رايح جاي هيعمل كده مع بوركينا فاسو وكمان يملى وسط الملعب أنا شفت مطش بوركينا فاسو والجزائر مرتين بوركينا فاسو كان بيلعب على حد تتنقص لاعب فص الملعب كان بيلعب زروكي وبيلعب اسماعيل اسماعيل مثلا لو في الجبهة الشمال مع بليلي بيسند أو حاجة ويبقى زروكي لوحده في النص في المطش ده لو تفتكروا زروكي خد انذار في أول دقايق ليه كان لوحده لما الرجل عادة من زروكي راح مزكوا من الفلنة لأنك هاتهجمة خطيرة فخد انذار فخلي بالك النقطتين دول مهمين جدا واي حاجة تانية ان شاء الله الجزائر هيكسب مرتاح وسط الملعب اقفلوا خلي فيه زحمة وسط الملعب عشان هما ما ظهروش إلا في القور دي وسط الملعب لما بيبقى فاضي والعب عليهم على الأرض هتاخد منهم فاولات وأخطاء وهم على الأرض سيئين جدا وإنما هما فريق لازم تحترموا وطبعا جمال بالماضي ونجوم الجزائر مش من السنين لكن انا بشرح اللي انا هتمنى انه هيتلعب وهيتعمل ان شاء الله بإذن الله وأهم من كل ده في مباراة تونس ومباراة الجزائر الشراثة في البداية الأول ما الحكم ما يصفر لما لعبة تونس ولعبة الجزائر على الأرض يطلعوا شرار كده وهم بيلعبوا بوركينا وزنبيا هيتسلموا هتلاقي المطش خلص من البدري وهتلاقي الشروط التاني مالوش لازمة خلاص المطش خلص صدقوني ممكن الشروط التاني فتش الجزائر 3-2-0 للجزائر من الشروط الأول فتلاقي الشروط التاني مطش التاريح لغاية ما الحكم يصفر صدقوني لو ابتدت المطش كده لو ابتدت المطش الجزائر جامد هتخلصوا من الشروط الأولاني والشروط التاني هيبقى بس من السنين الحكم يصفر بإذن الله زي ما قلنا مبروك للمغرب وقلنا مبروك لمصر بإذن الله هنقول مبروك لتونس وهنقول مبروك للجزائر لان شعب تونس وشعب الجزائر يستهلوا الخير ويستهلوا السعادة اعمل لايك واشترك في القناة وقول رأيك دلوقتي وتوقع النتيجة لان انا بتابع كل تعلاقاتكم وبستمتع وانا بقرأ تعلاقاتكم قول رأيك واكتب توقعك وشرفني باشتراكك شكرا